السلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته ومرحبا احباتي الله مع قناة احفاظ اتعلم. هنستكمل درس التقاء السكنين. واتكلمنا عن التحريك اه بالفتح. النهار ده معدنا مع التحريك بالضم. قبل ما نبدأ كده اللايك بالله عليكم. اللايك هو اللي بيرفع القناة. هو اللي بيرفع الفيديو الفيديو عشان يشوفه اكبر عدد. تمام? ولمشاركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس اللي هو العلامة جنب الاشتراك في زر جرس. دوس عليه عشان هو ده اللي بيعرفك الفيديو اللي نازل بعد كده. خلاص? خلاص? طيب. في حالتين لانت التقاء السكنين بنحرك هم للضم. اول حاجة اللي هي ميم الجمع. ميم الدلة على الجمع. واكسرهم الفاسق. طبعا انت عندك هنا الميم ايه? الميم في الاصل المفروض تولي واكسرهم. الميم هنا ميم جمع. طب عرفنا ان الميم الجمع ازاي? ازاي عرف ان هي ميم جمع? ميم الجمع دي بتبقى زائدة. خلاص? وبيسبقها حرف ها او كاف او تا. دي الحروف اللي هي بتدل على الميم الجمع. يعني تبقى ايه? الميم زائدة. يعني لو شلتيها مش هتغير في المعنى الكلمة. تقولي واكسره. واكسره. ما غيرتش عادي. واكسره مل. بقيت ايه? ضمن الميم جمع. ده اللي على الجمع. طيب اياه في الاصل ساكنة. يعني واكسرهم. لما قابل الميم الساكنة لما جينا نوصلها واكسره مل. همس الواصل دي حصل فيها ايه في الواصل? سقطت واصلا. فقابلت الايه? اللام الساكنة. فاصبح ميم ساكنة. ولام ساكنة. عشان كده اعملوا ايه? ضمنك الايه? الميم بالضم. يبقى دي اه الحالة الاولى. اللي هي ميم الجمع. اه عندما ارتقت الميم الساكنة باللام الساكنة. حركة الميم ايه? بالضم خشية التقوى الايه? الساكنين. عليه مل مسكنة. برضو نفس الحكاية. احنا قلنا ميم زائدة. صح? يعني لو شلتيها عليه. ما غيرتش في معنى كلمة. وكمان ايه? كمان العلامة الثانية ان يدل على الميم الجمع. ان يقابلها حرف اللي هي ايه. خلاص? طيب. عليه مل. برضو الميم. قابلت اللام الساكنة. امس الواصل. ايه اللي حصل في الميم? حركة الايه? الميم. بالضم خشية التقوى الايه? الساكنين. فقلنا عليهم المسكنة. خلاص? مل اعلونة. شفتي هنا برضو ادي الميمة هي ميم الجمع زائدة. هنا زائدة. وانت وانتمو. ضفنا على ميم الايه الجمع. فاصلها مية وانتم. خلاص? لما قابلت الميم اللام الساكنة اصبح فيه ساكنين. فحركت الميم بالايه? بالضم خشية التقوى الساكن بقت ايه? وانتم الاعلون. تحريك الساكنين بالضم. اللي هي الواو اللي هنا ادالة على الجمع. لو قفنا عند كلمة وعاصو. لو قفنا عليها هنا كده. هنقول ايه وعاصو? هنلاقي الواو قبلها ايه? مفتوح. يبدأ ايه? حرف لين. خلاص? طيب الواو هنا دالة ايه? دالة على الجمع. عند الوقف كانت ساكنة يا في الاصل ساكنة. وعاصو. تمام? لما قابلت الساكن الثاني. فين الساكن الثاني هنا? طبعا احنا الاول الالف سفر مستدير دي لا تلفز. وهمس الواسط تسكت وسطا. واللام شمسية مضغمة. يبقى هتقابل الساكن الاول اللي هو فيه مشدد. لان الرا عبارة عن ايه? اتنين راو. الاولى ساكنة والتانية متحركة. يبقى ادي واو ساكنة والراء الاولى ساكنة. فهنا اتخلص بالساكنين بضم الايه? بضم الواو. بقى ور يعني ضم الواو ايه? اه ب الواو. اه حركت بالضم خشة التقاء الايه الساكنين. وتابعوني ان شاء الله هنزل لكم بالتدريبات على التقاء الساكنين. وجزيكم لخيرا. ومتشل لايكم للشراك. والسلام معكم وبركاتكم.